مرحبا برج الحوث اهلا بكم وعندنا الكيمياء احس هذا الكرت حق وضعكم فيما رح يتكلم عن تأثير جدا قوي تعرف بعض المواد الكيميائية اذا خلطناها مع بعض في الوقت المناسب في الظروف المناسبة نقدر نحصل على تفاعل هاي الكلمة اللي ابيها تفاعل تأثيرك في الفترة القادمة رح يكون وايد كبير ضخم اوكي مفاعل نووية شلون شي مادة صغيرة من اليورانيوم تسوي كل هاي الطاقة تسوي كل هاي التهديد تسوي كل هاي لا تنسى عندك القرش هنا تأثيرك ضخامتك ثباتك حتى سهولة حصولك على الاشياء اللي تبيها من الحياة من الشريك بشكل عام رح تكون وايد اقوى مضاعفة مو مضاعفة بواحد واثنين وعشرة مضاعفة بارقام جدا كبيرة فكون حريصة انت في الفترة القادمة تستخدم هاي الطاقة لمصلحتك احس هنا عندك نوع من العصبية الطاقة الشريسة اللي تطالع لانا لا تنسى عندنا قرش يمكن صبرت على وضع على شخص لفترة طويلة وصار عندك جديد لحظة غضب لحظة عنف تجاه احد لحظة كره حتى عندك كره فعالاقل لانا هني في عندنا نار لا تنسى على الاقل هذا الكره هذه العصبية استخدمها لمصلحتك استخدمها ان انت تفيد نفسك اوكي لانا هاي نوع من الفرص مضل معانا طول الحياة وهذه نوع من الطاقة اللي اتي تقعد معانا على افضل في افضل الحالات لمدة شهر شهرين وبعدين ترد تخف ونرجع الى طاقتنا الطبيعية برج الحوت انت بعادتك هادئ انت بعادتك خفيف خفيف ان تنهضم مع الناس ولكن رح يكون جدا كلمتك جدا مسموعة الانظار تطلع اليك في الفترة القادمة حتى الشريك اوكي ينتظر منك انت التعليمات ينتظر منك انت ان تعطي علامة الرضا هاي اللي ابي اقولك هي شريكك عند الدولفين حيوان احب الحياة الاجتماعية احب الاجتماع يريد ان يجمعك معاه اوكي في ظروف تليق فيك هاي اللي قاعدة اتشوفه عندنا هني الدولفين ومعاه ثلاثة الاكواب تحت الخصم او الطرف الثالث عندنا دودة الارض في شخص ولكن تحت دودة الارض ملكة النار في الماضي نتكلم عن الماضي هذا الشخص كان تهديد مو لعلاقتكم ما حس تهديد للعلاقة نفسها تهديد للسعادة دائما يوجد طريقة ان يتعسكم فيها يدخل الكدر على حياتكم اوكي خليكم تفكرون يخليكم تتعبون يخليكم تخافون طاقته طاقة الماء اللي طاقة احني عندنا وايد واضحة التخوف عشان تهدي ممكن صدرت منك ردة تفعل شوي عنيفة او رح تصدر منكم لما اتكلم عن الطاقة هني ممكن ان بعضها صار في الماضي بعضها قاعد يصير في الحاضر او كلها رح تصير في المستقبل انتو اللي لازم تعرفون شنو من الطاقة قاعد يتحقق وشنو رح يتحقق باشر وتشكلون القراءة بما يناسب وضعكم مع الشريك لكن هني هذا فيها لحظة لحظة خروج القرش من الاعماق الى السطح اوكي يبرز هذا الجناح اللي عنده يبرز هاي الجزء منه ويكشر عن انيابه ويعصب يانك قاعد تدافع تدافع عن حقك بانك تكون سعيد مع الشريك ما ادري يمكن هذا الشخص احتمال الام اب شخص جدا قريب منك ومن شريكك شخص رقم واحد اثنين من اولوياتكم ولكن دائما يعتبر نفسه لحق انه يدخل بهاي الصورة صورة ملكة النار يدخل ويتأمر ويبدي رأيه بدون ما يفكر انت شنو تبيه مو مهم بالنسبة للطرف الثالث ما ياخذ بعين الاعتبار ان انتو الشريك لكم حياتكم الخاصة ما يحترم الحدود وانت هني كله تتكلم لي احس عن الحدود وعن شنو من حقي وشنو مو من حقي شنك قاعد تقول لي هاي في تكشيرة الانياب ان انا برج الحوت هذا هو وقتي الخاص في احد يبي يتعدى على وقتك ولكن حقيقة هذا الشخص او الطرف الثالث جوان لان احس من اول تكشيرة انياب صار عنده انسحاب دودت الارض من اقل الحيوانات في السلسلة الغذائية وحتى طاقة فيها طاقة انسحاب طاقة خوف طاقة ما اريد اني اواجه اوكي فتتعامل مع طبيعة انسان جوان مش شجاع ما راح يواجه اوكي ولكن في نفس الوقت يمكن لما تؤمن له تشوف منه تصرفات ما توقعتها فما تقدر تعطيها الثقة ولكن في نفس الوقت هو انسان جوان شريكك عنده الدولفين وايد مهتم لما اشوف حيوان جدا فيه الكثير من المتعة الالوان هنا الوان الوان المجتمعة في دودة الارض مع الدولفين احسستني ان الطرف الثالث كأنه من اهل او جاي من طرف الشريك مو من طرفك انت اوكي وهذا الشخص بطبيعة ترى انسان جيد يعني بشكل عام في الحياة مو انسان سيء او سيء السمعة او اذا سألت عنه راح يقولولك هذا فلان نصاب مو نصاب ولكن عنده حب التملك طاقة النار موجود في حياة شريكك احتمال قبل ما انت تكون موجود من الاهل من الاصدقاء فهني يعتبر انه لاحق تملك وبقوللك شغلة يمكن انت يا برج الحوت لو ما اخترت هذا الشريك لو ما كنت معه هذا الشريك ما بيكون هذا الشخص عنده مشكلة معه اوكي مشكلة انك اخترت شخص مقرب منه وهو هي عنده نوع من طاقة الحماية دودة الارض ملتفة على نفسها تب تحمي اوكي عندها خوف على شخص تحبه شريكك عنده الدولفين احتمال انك تتعامل مع برج مائل انه عندنا تحت هواية طاقة الماء الدولفين ايضا مائي وانت ايضا هني عندك قرش مائي عندنا حوت سرطان عقرب او شخص طالعه يمكن قمره في هاي الابراج اوكي انت كنت كل تفكيرك في الفترة القادمة راح يكون تجاه شنو ردة الفعل او شنو المواجهة اللي لازم اسويها لاخر مرة عشان ابين حق هذا الشخص الطرف الثالث انه مو مسموح له يظل يدخل في حياتنا في تدخل في تدخل اوكي كل ما تمشي خطوة مع الشريك يأتي هذا الشخص يتصرف كأنه مستشار او مشرف ويريد انه يعرف التفاصيل ويعطيكم الموافقة حتى لو اساسا انتم مطالبين الموافقة مننا هذا الطاقة المستقبلية احسا انزين عندكم الكوب الاول ستة الخماسيات وسبعة سبعة السيو في هذا الكرت احسا هذه هي اللحظة اللي برج الحوت قرر انك ما راح تضل فيها تدور و تلف الأعماق أعماق المحيطة هنا في الظلام راح تظهر الى العلن راح تظهر غضبك تظهر حدودك اوكي تظهر للشخص هذا مثلا انه وتعدد حدوده في الفترة القادمة هذا الشخص دايما ينجح لا تأثير ترى هو بعد لا تأثير وتأثيره يلعب في طاقة الماء طاقة المشاعر يعرف اشلون يحسسكم بالذنب انتم والشريك حتى لو ما تساوون شي غلط عنده هنا دائما طريقة مدخل يحسسكم فيه ان انتم كأنما غلطوا في حقه تصرتوا معاه اخذتوا شي مو من حقه يلعب على هذا الوتر فكن حذر ستة الخماسيات مع الكوب الأول برج الحوت بغض النظر عن شوية العصبية او الشراسة اللي راح تظهر منك او ظهرت اورجي في الفترة القادمة في عرض بداية جدا جميلة هاي البداية المطلوبة بداية اجتمع فيها الحب والحبيب والشريك والاستقرار في البيت من الكرتات اللي موجودة جدامي احس استقرار في البيت استقرار في الامور المادية جدا وفرة في المادة في الفترة القادمة خصوصا من شريكك تجاهك انت خصوصا اذا عبرت لان انت هنا القرش اللي كان موجود في الاعماق يظهر الى السطح خصوصا اذا تكلمت تواصلت عبرت لشريكك ان انت مثلا تريد سيارة افضل او تريد سيارة من الاساس تريد وسائل راحة افضل لحياتك رح يستطيع شريكك في الفترة القادمة ان يوفر لك افضل سوء للراحة ستة خماسيات معلكم بالاول مو بس يكون موجود في حياتك ولكن يعيشون في فقر او في حاجة ابدا اموال يجتمع مع راحة حب يجتمع مع راحة مادية مع برستيج هاي اللي احسه طاقة برستيج لسبب ما حتى لو انت الحين انا ما قاعد اقول ما في صعوبات مادية معنى هذا طاقة مستقبلي لو انت الحين تعانون من صعوبات مادية او الامور مو مستقرة امية بالامية ماديا في سبل الراحة في حياتكم انت والشريك في الفترة القادمة رح يكون في انفراجة كبيرة لان اشوف هني الدولفين كأنه مفتخر ومستمتع انه يقدر يقدم لك هذا الشي فرح يقدر يقدم لك الكثير في الفترة القادمة عند ملك الاكواب كرت العربة برج السرطان وثلاثة الاكواب رح يتباهى فيك ويحرص انه يجمعك يمكنها بسبب هاي الخلاف اللي صاره وراح يصير رح يصير في انشقاق في العائلة انشقاق بين الناس اللي محيطين فيكم ناس ياخذون حزبك ناس ياخذون حزب او طرف يقفون الى جانب الطرف الثالث اهني رح يحرص هذا الشخص ترى عنده نوع من الحكمة شريكك رح يحرص انه يجمعكم فهاي النقطة بيوضحها لك يا برج الحوت هذا الشخص ما رح يقطع من حياتكم اه شريكك عنده فكرة جدا افلاطونية عن كيف تبدو الاسرة السعيدة ما يحب ان يكون فيه شخص مو موجود حتى له هذا الشخص مؤذي مثلا حتى له هذا الشخص ظالم على الاقل يكون موجود معانا في الفرح يمكن انتو مقبلين على فترة خطوبة فترة زواج فترة كتب كتاب اتشوف هنا حفلة صغيرة ولكن في هاي الحفلة الصغيرة يقدم لك الشرك فيها الكثير كثير من الاعتبار الامتنان الاحترام الهدايا سبل الراحة يعني ما احس هنا انه مثلا عندكم طاقة انه على طول تنتقلون من مثلا علاقة الى زواج لا اول مرحلة اتوها طاقة اول مرحلة خطوبة كتب كتاب يقدم لك فيها الكثير من الهدايا من الاحترام يدخلونه محملين بالهدايا اهلا يمكن هذا الشخص احد من اهلا ولكن احد مؤذي احد شوية متحكم او دائما له رأيه يبقي كل شي يمشي على رأيه الخاص في الفترة القادمة خذ بعين الاعتبار ان شريكك هذا تفكير عن الاسرة السعيدة انه حتى في افراد بعض الاصدقاء او الاهل اللي ما نتفق معه 100% بس راح يسعده مثل ما اوهني في الفترة القادمة راح يسعدك كثيرا وهو اللي راح يسعده ان انت غض النظر ان انت ايضا تدخل في طاقة على اقل عدم مواجهة مكشرة عن انيابك ولكن على الاقل ما تمثل تهديد انت بعد عدم مواجهة اذا انت ايضا دخلت في طاقة عدم المواجهة شريكك راح يكون سعيد اكثر ويقدملك اكثر تقوى علاقتكم للافضل عندنا العربة التحرك الى الامام اوكي كأنما مادلش هنا احس في شيء خاص سبل المواصلات او راحتك انت العملية طريقة ذهابك الى العمل طريقة ذهابك الى الجامعة راح يحرص الشريك في الفترة القادمة يكون اما اوهو الشخص اللى يوصلك اما يوفرلك سيارة جديدة اما يوفرلك اموال يوفرلك شيء يسهل عليك شيء كبير في حياتك مثلا انت وكهني احس عندك طاقة قاعد تتسلق سلم الحياة العملية والنجاح اوكي اوهو هنا يعطيك يقدملك يستثمر فيك شريكك في الفترة القادمة استثمار كبير عشان انه مؤمن فيك لانه عندنا ملك الاكواب الملوك يطهرون حبهم بطريقة عملية هذا مو طبيعة الشخص او مو نوع الطاقة اللى بيقعد يتكلم معاك طول اليوم في التلفون ويقولك كلام شاعري لا هذا الشخص اللى راح يتصل فيك يسئلك فعلا عن اخبارك ياخذ اي شكاوى عندك او اي ملاحظات انك تعبان ناكسك كذا محتاج كذا ياخذهم بعين الاعتبار عقب فترة قصيرة يوفرلك كل اللى انت قلت تحتاجه كل اللى انت قلت امتعبك او كل اللى انت اشتكيت منه ما عدا التخلص من هذا الشخص فكون ذكي في استخدام طاقة الشريك في الفترة القادمة اقدر اوفرلك كل شيء كل شيء في يدي كل شيء املك سلطة عليه من طاقة الوقوفي معاك دعمي لك بالمادة بالدعم المعنوي اقدر اوفر هذا الشيء اقدر اكون جدا حضر في حياتك اقدر اكون معاك على نفس الكفة متفقين امية بالمية في الفترة القادمة اشوف طاقة زرقاء اهني حلكم طاقة مية اتفاق امية بالمية ممكن شركك يكون ايضا برجة مائي ولكن مشرط ابدا مشرط ممكن برجة ترابي هو ماخذ اهني منعكس الطاقة اوكي خلنا نشوف اخر شيء عندنا ملكة النار عشرة السيوف السيفين احس هنا في سيناريو هين السيناريو الاول اذا فعلا انفقت اعصابك ومرت بهاي مرحلة العصبية امام الشريك وتجاه الطرف الثالث رح يؤثر الشي هذا سلبا عليك ولكن اذا انت ايضا دخلت في طاقة عدم المواجهة اللي اتشوف انه مو بس رح تقدر تحصل كل هاي الامتيازات من شركك ولكن ايضا الطرف الثالث ما رح يكون عنده خيار الا انه ينسحب فورفيد ما عنده خيار ما عنده مجال انه يظل يبدي راية خلاص يتوقف الشي في توقف عندنا عشرة سيوف انتهاء انتهاء شخص واقف مو عارف شلون يتصرف مو عارف حتى شنو خطوتها القادمة كأنما ما في خطوات قادمة توقف الشي نهاية مسدودة للطرف الثالث اوكي فبس تحذيري لك في الفترة القادمة ان تأثيرك تأثير كلامك شكاويك توطيد علاقتك مع شركك رح تكون جدا قوية عندنا الكيمياء جدا قوية فاحصل على كل الامتيازات اللي تقدر تحصلها ركز على علاقتك بالشريك افضل ما تستثمر كل هاي القوة اللي راح تي في طريقك كل هاي التركيز اللي تملكه في الفترة القادمة افضل ما تصرفه على الطرف الثالث لان جذيه ولا جذيه ما راح يكون عنده خيار الا انه ينسحب في الفترة القادمة عزيزي برج الحود هذه كانت قراءة ترجمة نانسي قنقر